بالنسبة لهذا العمل أكيد ما يقارب الألف شخص يعني في الإخراج تسيير كل هذا العدد عمل صعب مش سهل خلال تدريبات كيفاش كانت هذه المهمة وكيفاش كان المخرج أحمد رزاق معكم أيضا أكيد أولا هذا العرض المعظم لأول مرة في تاريخ الجزائر يعني تاريخ المصارف الني وأن يكون عرض كبير بمؤدل تقريب ألف فنان يعني بين تقنيين وفنانين سواء لاقيسين ولا ممثلين ولا مغنيين فوق الخشبة يعني صراحة مسؤولية كبيرة جدا كبيرة كان بداية الانشغال على هذا العمل يعني هذا المشروع الكبير روح الجزائر مع المايستر والفنان القادير أحمد رزاق كان بداية الوصطف كما يقوله الوصطف أرتيستيك كانت بداية أنا مسبقة للاشتغال على كما يقوله باش نديروا باش لما وصولوا الفنانين يلقوا يلقوا شي يخدموا كما يقولوها البداية كانت عبارة عن ورشات ورشات فلسينغرافية بالقيادة المبدعة يوسف عابدي ورشة الأداء ورشة الرقص مع الكوليغراف صامر والأمين كينيوار بالإضافة إلى خالد وزكي الشي الجميل في هذا العمل أنه صراحة كان تحدي بالنسبة لنا خاصة الفنان القادير أحمد رزاق يحب التحدي كي كنا نحكيه خاصة في رسمين المثال ورشة الرقص قال لي قلنا علاش بورك وابا من مدوش العشنس يعني للشباب هذو يعني أنا قلت له في عمل كي من هذا نعطيهم قل لي بورك وابا علاش دائما نفس الأسماء والحمد لله يعني كعطيناهم الفرصة وين أبهرنا صراحة بالعمل تحهم حصينا باللي هذو الشباب حبوا يمركيه وصحف هذا العمل لأنه احتفال كبير خاصة بمشاركة ضيوف أشقاء عرب نعم كان ضيوفنا في الجزء الأول من البرنامج وطبعا ركزنا في هذك المحور على الحضور الشرفي للضيوف العرب أيضا في سؤال يعني توليدي ربما تسير الزملاء من الوسط الفني الجزائري تعرفوهم يعرفوكم لكن لما يكونوا ضيوف عرب هل كانت أيضا المهمة سهلة هل حددت هذك التوافق ما بين الفنانين بسهولة يعني أولا المرحلة الأولى اللي كانت شوية صعبة في الاتصال مع الأخوة الأشقاء العربة على سبيل المثال لأنه كل فنان عنده اسمه وكان يكون فيه فترة تصوير لأنه سيدنا رمضان أو قريب شاء الله على سبيل المثال فنان القادرة عابير عيسى لكي تصلت بها واخذيت معها موعد يعني حددنا التاريخ دخولتها إلى جزائر على سبيل المثال الفنان القادرة علي أحمد سالم من ليبيا الفنان القادرة دليلة مفتاحي من تونس يعني هذو الناس البداية هي شوية لسعيباء أنك باشتخذ من وقتهم وأنهم يكونوا معنا في هذا العمل لمدة تقريب لأنه على سبيل المثال الفنان القادرة علي أحمد سالم هو الأول اللي يلتحق بنا بولاية وران لما كنا بولاية وران يعني أكثر من شهر وتقريب عشرة أيام هو موجود هنا معنا في جزائر يعني ماشي بسهل أما الشي فيما يخص بالجو العام بهذه الفنانين إخوة العرب لما كان احتكاك مع الفنانين توانا لنحييهم ونشكرهم على المجهود اللي بدلوه كان تحس بلي جو عائري صراحة ما كانش فرق كتشوفي بلي مثلا عابير إيصاد تحكي مع سنسونة يعني أنا نشتلي مع جدين نمشي ونشوفها شفتها مع سنسونة تضحك معه وتحكي معه هناك احتكاك هناك تبدل آراء تبدل أفكار يعني شيء جميل